الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى أليه وصحبه أجمعين إخوة الكرام الأخوة الكريمات الملتحقين والملتحقات الجدود السلام الله عليكم ورحمته وتعالى وبركاته هود موضوعنا اليوم حول المقتل ديال الشاب أنوار العثماني الله رحمه برحمة الله بحضور الضيف الكريم ديالنا الدكتور حسن خاليلي سننقش هذا القضية ديال المقتل ديال الشاب أنوار العثماني القضية المعروضة حاليا على أنظار روفة الجناية المتدائية بمحكمة الاستيناف بيطانجة واليوم كذلك نفسيات سنستدفع لتسلط الضوء على هذه القضية جملة وتفصيلة السيد محمد العثماني والد الضحية أهلا وسهلا دكتور حسن خاليلي أهلا وسهلا أستاذ محمد العثماني مرة أخرى الأستاذ العثماني البقاء لله الله يعد من أجر ديالكم وإنا لله وإنا إليه راجعون بداية نخليه الكلام الأستاذ محمد العثماني والدكتور حسن خاليلي غير دخل على مستوى أو على المستوى القانوني للتحليل في هذه القضية المعروضة على الأنظار كما سألت خد الأستاذ محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم اليوم وتكلمنا في مرات عديدة على هذا الموضوع هذا صبح معروف ونحن وجه معروفة عند المغربة كاملين اليوم عاد كتت عندنا جلسة يمكن جلسة 18 تم تأجيل ديالة العشرين في شهر ترجج تقدمت المحامية ديالنا مجموعة من الدفوعات بالنسبة تشرح ما كامل شي واضطرنا أن لأن كثل مرة الأخرى كان نقاش ما بين المحامية وما بين رئيس المحكمة علام ترجم واضطرنا أن نمشينا عن ترجمان المحلف وترجمناه وأقر اليوم بأن يخصد تكمل هذا تشرح سوية تكمل ناقص لأن أخذوا العينات من المعدة ومن الدمز المرحوم باش يشوفوا واش كان مخضر ولا مسمم ما جاوش لحد الساعة لأن هذا عامو الزيادة وهذا نحن كنا نسألو من نهار الأولاني ومن هنا يمكن أن ندخل أن المحضر كله فيه شبهات وخروقات من الضبيط القضائية من نهار الأولاني أولا نائب الوكيل العام الذي شرف على الضبيط القضائية من الأول وهو وره معتقل الآن نحن لا نستبعد شي معتقل بقرينة الرشوة ما كستبعد الشتاء هو كان عنده يد خافية في الميل فهذا نحن نشك مجموعة من نقاط طرحنا نهار الأولاني وذبا بأن هناك نقاط سوداء ما تجاوش عليها كان البحث مجهف طريق واحدة وعندنا مجموعة من نحن ما نطرحوش كل شي لأن كل حاجة عنده وقت كأننا كان حرب مجموعة معركة ما زال كل حاجة ستجي وقت إن شاء الله أولا بالنسبة لذلك الأبحاث ما أخذتش المصر ديالة الحقيقي كان أولا بالنسبة المشتبه فيها ما تذكر شي مستوى الدراسي ديالة هي كتقول أن مستوى الدراسي ديالة ما يسمح لاش بيش تمسح ديالة والتحكم وأنها بدأت المسح في السطال لأن نحن عنا وتعقف وقش بدأت تمسح لكونت ديال المرحوم كتسهدر على كونت ديالو في الفيسبوك في الفيسبوك آه الاسطانغراف ونقاو سيني لسلحت محمد الوليد اللي رحمه كان عنده آيفون يعني أن لكل إعلام أن آيفون سيكيوريزي وصعيب أن الإنسان يخترقه إلا إذا كان عنده آي كلود وعنده بزاف ديال المعطيات وبزاف ديال تجريبة بشيقوم اختراح ديال هذك الهاتف علما أن الساعة اللي دارت فيها العملية ما يناهي الساعة والساعة اللارفة ها فعلا هي كنت قل وصلة الضر ديال المحتمال تلس سبعة ونسيح بدا كنت تمسح من الساعة هاللولانية وكيف أشبهت السهولة أن كما قلت ونصنعين محفظين أمزيان أن يصعب أن تخترقوه وهم يجب هدس هدس وليه يخترقوه ومسحوه وهذا وهي المستوى ديال لا يسمح لأش بجد دير هذا العملية صعب عليها وفي الوقت الواجيز كنا حاجة آخرين تناقض ما بين الأقوال ديال والأقوال ديال الخل ديال اللي عنده تهم ديال إخفاء متحصن عنه من جريمة وعدم التبليغ وفي هذا الإطار هذا أنه تخلص من هو اللي يقول تخلص من أدت الجريمة ومن الحاسوب ومن البرط ديال المرحوم أدت الجريمة لقوها وليك يقو فيها البصمة ديال ولا لا وتسرح يقول فيها البصمة غيد ديال المرحوم وديال لا ماشي نحن في البصمة كيف أنت لا لقيت شي في البرط والحاسوب وعند الإيميل ديال ويمكن لك تصلي وخص تصلي هذا لأنه سيكون إضافة أبحث فين مشاهدة والآيفون كيتلو كاليظة دغير كيتلو كاليظة أو كاليظة ومش نجيبوها وادة جريمة في نفسها بداتها نحن كنشكو فيها لأنها ليس هي اللي درت بها الجريمة ومكندرت جريمة بأدت واحدة أخرى بيش يسمون أنها أخذوها بيش يحيدوا عليهم سبق الإصرار والترصد المفتاح اللي عندنا هو البرط والبيسيخ 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 وفيهم هم يضمنوا الحقائق لأنهم يبحتوا عليهم وهذا الدولة عندهم الإمكانيات وكينا التقنيات ده ما بيمكن لن يجيبوهم في المكان محمد سنرى نقطة بنقطة ونزل التحليل مع الدكتور حسن خليلي بأن المسائل القانونية والإجراءة المسطرية لا يفصل فيها حسن من نحن تفضل الدكتور حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لجميع المشاهدين ومشاهدات ومن هذا المنبر قنقم العزاء المباشر السلعثماني على مقدان ابن البكر واللي من خلال ما عرفت عليه في الكواليس أنه كان ابن نجيب ابن النبي وإلا أنه لم يكن في كل التقنيات والعلم من خلال الواضحات من خلال المحضر وراء فيما اطرقت أنه كان واحد تشكيك من مشروعية هذا هذا الذي اطرقت سلوس العثماني هو في صلب الموضوع وهو منازعة جوهرية الأبحاث المصدرية التي نجزت وكانت تمت العملية أو تمت الأبحاث بواحد الإحكام مهني واحترافي لأن تم نظار على هذه مسألة التي ترسي لأن كيف يعقل أن هذا السيد يدل أنه يرشد الشرطة أنه في الخطوات الجاري المصدرية حين أن هذه القمامات و هذا إطلاف الحاسوب من نوع آ 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 13 13 على خلاف المحاضر كلها توقع انه ايفون 12 واش هذا نعتبره خطأ او نعتبره ان هذه التقنية اللي كتفتح الانواع الهواتف ال 12 بش هي نفس الطريقة اللي كتفتح الهواتف ال 13 او العطور عليها في وسيلة من الوسحي التقنية العلمية التي وحديثت لمحاربة الجريمة الالكترونية وبالتالي ان هذا الجريمة اللي كنشوف من خلال مطالبة بإجراء الحقيق انها غير مشفوعة او غير مقرونة بالجريمة الالكترونية اللي هي اختراق النظم المعلومة فيها هاد الباب ربما انه كان قيد ربما انه كان اغفال من طرف نياب العامة ربما ان الابحاث ممشتش في هاد المصار وهدشي جميعه يروم الى انه هناك خفية لانها سيرت الابحاث وقيدت الابحاث ومخلج ان ضبط القرائد تاخد الحرية التامة او الكاملة في مباشرة مهامها هذه البحث لانها من خلال مبالية كانت تناقضات واضحة ويقال ان الواضحات من المفضحات ربما هادشي يعرف الجميع وبالتالي حتى انه واذا كان السيداء انها ساكدت الجريمة ولا هاد البنية انها ساكدت الجريمة هي تبقى حتى هذه التلقائية باش غادتها ساكدت بوحد تلقائية وبوحد السرعة وبوحد الواسيلة وان المحضر الضبط القضائية انها غادت تستمع لها وغادت تشاهد السياق ديالها واللي قالته واللي كان هذا هذا يتير الشك هذا جانب الجانب الثاني هو ان هاد المحضر الضبط القضائي ومحضر اقوال ديالها هي متابعة بجناية تامة اللي هو القتل العام من المفروض من المفروض انه كدار فيه الهوية ديال المصرح او المتهم كدار فيه الحالة الاجتماعية دياله كدار فيه مستواة دراسي على خلاف انه مني كمشيوا مني طالعس على المحضر ديالها تلقاه انه عاري من هاد البيانات كتافي بالهوية لانه انطلاقا لانه المشرع الجنائي ماشي غير جاوفرد على ضابط السلطة القضائية انه بالجناية تامة انه كيشوف حتى مستواة الاجتماعي مستواة الدراسي على قصو بالمنسوب اليه هنا في هذه الحالة لماذا تدبط القضائية لم يكن في التوجه اطرح تدابة واحدة المسألة مهمة جدا وهي انه هي كتقول ما استغادرت شوقا في حين ان هذا الشيء يتمسح يتمسح في مكارسك بالتالي واذا يتمسح وش في طريقها وهي كتمسح هذا يتعذر عليها باش نعملوا باجمع لانه سيطة التحقق حسب قرار الاحالة السيطة التحقق عاد كشف على المستواة الدراسي وحطوا حد علامات السبهام التي لا يمكن ان تتصل إلا لفائدتها لانه سيطة التحقق لانه سيطة التحقق لانه سيطة التحقق وإلا تصبح من الإلزام على قضاء الحكم والهيئة انه يدروا واحد البحث كميلي بعدة ناقات انا مغانيش نقول لك انه ناقات لانه في صدد يلا بقين ما قلت يانا الاسادة تقدمت بدفوع شكلية وتقدمت بدفوع التي تشكفها بمسروعية هذا القرار للإحالة السيطة التحقق ولكن هذا ما يبقى السيطة التحقق هو ضابط سامي للسلطة القضائية ومتمم الأبحاث للسلطة القضائية ومكملها مناء غطاء قرار التي تصدر النياب العامة حتى أن السيطة التحقق مدام أن أوضع علامات السبهام هذا يؤكد ومما ذا يدعو مجل الشكل أنه يخاطف فضاع الحكم أن النياب العامة في هذه الحالة لأن النياب العامة هي المشرفة على البحث بردابة سامي للسلطة القضائية وأن السيد قد يتحقق أي إجراء مصاري تاخده في القضية إلا أن تكون تحت إجراء في النياب العامة ويأخذ مستنتجات من طرف النياب العامة ويأخذ السياق المستنتجات مدام أنه طار هذه المسألة من خلال ما ورد في القرارة وإلا أن النياب العامة كانت على طلع له لم يطع الباتوش لمهم هو أنه مطع الباتوش أنه يمشي في هذا البحث وبالتالي احتوي لمشينا الجرائم المشابهة ومشينا على صعيد المغرب وعلى صعيد ما يتداول الرأي العام الوطني والرأي العام المحلي أنه كان لقوا النجوثات أن أطلقات أمامات أطلقات المذاب العمومية التي يمشي لها ومن خلالها وعرفوا أنها مناسة ومناسة وعطروا على الجنات فكيف يقال أن هذا واحد الآلة التي ستكون كما تقول هذا الآلة يقول أنها في ضبط القضائية قدرت تكلف نفسها أنها تنساقل خلال البحث وفي ضرف وجيز وأنها تنسي وفي ضرف جميع الهواتي وبالتالي وفي ضرف جميع أنواعها عندها واحد تعريف وهو اسم الإي بي من خلال الإي بي لإنكال إي بي التوقف وتتعرف هذه أدات التي تتعرف كما هو أعرف ما دام أن الإي بي وحتى أن المسؤال أخرى التي تقول هي المترجم للحساب ويوجد ممتاز لها هذا يجب أن تكون شكاً يجب أن تكون فائدة الحقيقة ليس فائدة المتهمة فائدة الحقيقة يعني لديها أي قرود التي تجعلها مثلاً نحن 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 أنها تقول أنها مستخدمة وأنها تقول أنها لا سوف تقوم بإيجاد المقارن لذلك هو أنه يجب له cargo 加入ها wire تقوم بإيجاد الملكي بإيجاد الهاتف إذا كان تكون وبإيجاد المنطقة يستطمر mil aber principalmente من قطع الشك بالياقين يمكن أن يطالعها أو أن تختارق الهاتف تحل الهاتف تحل الهاتف أن تصحوها جمال أحوال أو لا تختارهم تدخل المعلومات والبيانات التي توجد ولكن عندما تستطيع الحساب في الآيفون أحساب هذا الكود يتعلق في الشركة الأم إذا لم يكن هذا الكود لا يستطيع الحساب لا يمكننا الحساب في نفس الهاتف يستحيل وهذا للميز هذا الكود هذا هو السابق هذا هو من الأسباب التي تتوقع عن هذا الهاتف وهذا الهاتف يجب أن يكون مميزة عن بعض الهاتف الأخرى كيف أحساب ما حساب مجالسي العثماني وأنني أحسابه بسببار أنني أب وبسببار نحنا كنا مغاربة لا يوجد لا يوجد أن يتوقع أنا كيف أحسابه أن البحث توجه لتنفيذ خلافية الضبابية وأنه أعطى واحد المؤداء لدفاع الشرعي لأن جميع المؤداء لأن جميع المؤداء إلا أن هناك وإلا أن المتهمة أنها كانت في حال الدفاع الشرعي حفاظاً على عرضها وحفاظاً على بكارتها وحفاظاً هذا السؤال تفني ذهو نسألة أنها تنقلة من مارسيل ومن مارسيل تتاقض أو تاني تتاقض منها إلى أخرى وكتنساقل حتى الطانجا وأنها تأتي بمحضة إرادتها لأنها أدو وأنها في هذه السن لأنها تتاقض المراهقة وأنها تسيد هي التي تتعرض عليها رأسها هذا الوليد أنها هي التي تتعرض عليها رأسها لا تدعي أن يقوم بالاعتداء عليها ويجب أن يختلف بها بذلك بذلك أنها تتكلم عنها ستعرض عليها محتلة ومن محتلة وبذلك أنها internationية هي تتكلم عنها السلوكة السلوكة وأنها لا تتعرف الحقيقة نجام غاربة تنعيش هذا الشيء هذي جميعها أمور تتير شكل فائدة الحقيقة شي فائدة المتهمة وليس لفائدة المتهمة وبالتالي كثبت هذه البنية ربما أنها كانت كما نقوله واحد صنارة بشي تسهدف هذي الوليين شي سيناريو آخر اللي ما بينشلف المحاضر ولا أثناء التحقيق ولا حتى تبقى أمام المحكمة شي سيناريو آخر هنا كنا مجموعة مغالطات وكنا واحد نعديل الضبابية اللي واضح فيها اللي واضح من خلال هذي الابحث هو النار كنا حالة دفع شرعي اللي واضح أما ما دون ذلك كنا واحد تغطية دي ذلك هل دفع شرعيك أنها وسيلة تسهير المصارد الحقيقي للقاضية وليش دكتور ما نقولوش أنه كان واحد صناريو آخر ممكن نتخيلوه كاملين نعم أنه الولي الله يرحمه كانت عنده علاقة مع الأخ دير هذي السيدة هذي اللي معتق على دابا وكانت شي حاجة بيناتهم نقولوه هكا مباشرة مثلا هذك الولد كانت يعرف الضحية وشي بنت كانت مصاحبة مع ذك الولد بعد ذاك شي ما نحشموش فاشي بعد ذاك شي حولات عينها الضحية إذن هذي غتخلي شاباب أو هذك الشاب اللي دابا يقولوا باقي هارب وشي كي يقول في بلجيكا وكل واحداش كي يقول واللي استدعته الشرطة واللي عملو عليه أبحاث وقالوا أنه ودخل في 2017 ما ولاش خرج هذا أوتني كي طرح واحد نجموعة دير تساؤلات يكون والضفخته تستدرج ضحية باش ينتق منه هذي مسألة كتوقع في مجموعة هذه الأماكن هذي استدغي هذي عناصر اللي أنا عرفه الخانون هو مشموعة وقواعدين يصنطمون بالقفرات والجماعات والجميع يسلموا بهذه المسألة وكذلك القاعدة الآمرة والقاعدة المسممة هذي عناصر مسممة لقارنة اليد الخفية وراء هذي هي قارنة أو مشموعة عناصر مسممة لقارنة وجود يد الخفية هذي فردية قائمة وتصور يستثقه المنطقة ولكن المادية أو النقطة المحورية للفعل حتى أنه هذي أمين أو المدعو أمين اللي هو الشقيق المعنية بالأمر تم تغيبه بجميع الوسائل من الأبحاث وفي جميع مراحل المصرية هذي تحدثها تطرح الجبل على ما تنسي فلا لا ما الغاية أنه يستبع السيء سيء حسن سأوقف معك على واحد النقطة التي قلتها في الأول هو أن البحث توجيه البحث يعني توجيه البحث ضابط الشرطة القضائية يجب ترسم له الطريق الذي يمشي وهذا توجيه البحث ضابط الشرطة القضائية أو ضابط السامي للشرطة القضائية هو نائب الوكيل العام المعتاقة التي تحركتها في شكل ضده في القضية مماثلة مرتبطة بالقتل يجب أن تضع خروق بلاستو بعد ذلك سوف ينضع ابن المقتول بضحية ويرفع شيء يضع نائب الوكيل العام المعتاق حاليا ويجب أن البحث كان مجهد على هذا الأساس أنا وياك هادرنا قبل مبدأ الحلقة ويجب أن البحث كان مجهد طريقة احترافية ومجه طريقة احترافية ومجه كان يقولون أن ضباط الشرطة القضائية لا يتعرفون لديهم المحاضر ولكن هذه الاحترافية الزائدة لأن محاضر يتعرف فرق وطنية ومشي بهذه طرزة هذه طرزة غريبة وطنية 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 ما سارة ما سارة عليه العمل القضائي والعمل الضبطي أن حالات الدفاع الشرعي في القضايا التي تمشي في هذا المنح والمؤداء التي تمشي في هي تبقى السيد لأن لا يتعرفون لأن لا يتعرفون على سبيل السئل والعامل الثاني هو أن معمار ضابط الشرعي لأن مساعد وكي الملك وكي الله في دائرة وأن يحارب الجريمة ويتحقق من الأفعال موضوع الجريمة معمار يكون معارب موضوع واضح واضح الحالات التي تحكم في الدفاع الشرعي تكون أمام السيدة التي تتحقق بعدما تتعكد المال لفعل قرائم وتيرث أمامه على خلاف الحالة الرهنة أن البحث لا ترى حال الدفاع الشرعي يعني أن سلطة الملاءمة لا ترى سلطة الملاءة لا ترى لا ترى لا ترى ولكن في هذه الحالة وحسب هذا المحذر كان يمكننا أن نعطيها وأن نتبعها في حال وحتى أن هذه الجريمة العدم لا ترى لا ترى لا ترى من هذه المنبرة أنا أقول لكم أنها رهب حكم أنها ترى ستتعفى منها القرابة 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 قصير القرابة قرابة لا ترى هذا بالواضح أن هذه متابعة مجاملة صلب الموضور أنها كانت خافية في الملف وكان فاعل الذي تم الفعل تم بإحكام وبترتيب وكل هذا الحلقة المفقودة في الملف يبقى الحسوب يجب لا تتحدث عن طموقع إلى حتى الساعة والتليفون والتليفون يقولون نوعا ربما لم يرى الأبحاث لأن كل هاتف لديه وسائل لأن يتفتح وبالتالي يحتوي إلى وقف الحق في الموقع في الموقع الجوجل مد واجزة أن يعطيهم التليفون في الموقع وأن هذا يعمل سواء الفرق الوطني ولا مكتب الأبحاث القضائية ولا الفرق الجنائية كما هو الشأن في وقعات الحال لخدمات هذا الميرف ولكن لم يسعد دائرة البحث أمور لكن هناك مفارقة دكتور غريبة الناس قالوا بأن شاهدوا واحد السيد قبل الوفاة المرحوم طلعوا هود معه وتعرفوا على صورة إنه واحد السيد انت ناقضت بالنسبة للشهود نصبقك السيد عجماني في هذه القضية الجار اللي لاسك فيه المنزيل اللي وقعت في الجريمة يقول ما كانش سيداء بينما جاربا يقول أنه يوميا كان سيداء ما كانش مسائل ما ما تدخلش لغراس دبا 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 سيبغاي واحد المسألة اللي قلسيها عطيتي واحد واحد قضية اللي سننعمل بي كاملين حسب ما معمول بي عضائيين في مغرب هو أنه لكل قضية ظروف وملابسات خاصة بها خاصة نعم واحد الواقعة مؤيانة ديال السلسماني ديال ديالانور العثماني الله يوالي برحمة الله الله مكبر لنا ولا هاد الوليد ليه عصابيروه نعم ضعت فيه ضعت فيه الدولة مجهود ديال جوش جوش الوالدين ومجهود ديال الكذب ومجهود ديال التربية والعناية والاهتمام باش هذا الوليد يوصل ويكون أنه نافع المجتمع جي وتحبك له هاد الميلف وتحبك له بطريقة قانونية قانونية صرفة طريقة قانونية صرفة منك يقول للقانون أنه يستعمال ولا ولا يستخدم ما هو جرمي هذا ومشي جريمة عادية جريمة قتل شانع جدا أن الإنسان يقسل في عقر داره في البلاسة التي تتجرد ومجهود بالأمان التي تستطيع أنني تجرد من كل شيء وأنني كنت أشعر براسي أنني كنت أشعر بها وأنني أشعر بالفعل شيء غريب شيء غريب وباستدراج لأنه كانت ترتيب أولا لأنه جريمة لا تقول لي والدة قصمين ولا والدة مكالمة ولا والدة هذا ترتيب وترتيب محكم كأن الآليات كانوا مصوبين ومقادتين لأن لن يلقوها ومقادرة يجدينها ومقادرة يطرد محكمة ومقادرة وإحصلهم لانها ويجدون ومقادرة شجاء ومقادرة ومقادرة مقادرة للأخير ومقادرة والدwho كان يصنب ولموث اللي رجالات ومقادرة من أمان ومقادرة ومقادرة ربما أن تغطية رأيه الآن بحكم الزملاء الذين كانوا يقرؤونها هم الذين يوضوا التسجيل الإعلامية على الحادث وتم إقبار الحقائق لكي لا تستطيع أن تذهب إلى القضية الفتهمي بالناني ربما هناك عدة تساؤلات وعدة فراضيات ترون جميعها لكي تشكيك مشروعيات الأبحاث كما قال سي العثمان سنشوفوا النوقات اللي باقى كتبال لك أنها مدرش لإجراءات مصطرية اللي يشوبوها خالل سنشي حاجة لكي تدخل بشكل مسبال لك إذا خضرتك عن نقطة الأولى سمحني هضرتك عن نقطة الأولى وقاطعنا سمحنا ومع ديرات مرة أخرى سنكملوا في النوقات كلها بشنا أهم حاجة عنا في هذا الموضوع هذا كامل هو الحارس يقول لك دخال مع المرحوم شخص الدخول والخرج دياله ما بين الجريمة أدخل قبل الجريمة وخرج من بعد الجريمة هنا عندنا شخص حارس يقول لك حارس العمارة يقول لك ها أنا شفت المرحوم دخال معه شاب وعطى أوصف دياله شخص داكر شخص داكر نعم أعطى حتى السن تقريبا يكون عنده 22 عام نعم وعرضوا عليه واحد صغيرة قال لم هادا كيشبه لهم في العيني وقد يستبعد بأنه من بعد قلنا كيشبه لهم أحد الأصدق أديان أحد الصديق دياله وتأكد أنه ما كانش لأنه من الناس اللي كانوا مشكوك فيهم في الأول وتأكد أنه جاء من العرش تلت تسعود العشية بتفرق ديال الكاميرات يعني هاد الشخص هذا بقادة من جهول إكس فين هو؟ أنت عندك الحرز للعمارة يقول لك الشخص تفرق ديال الكاميرا كيبحتوهم ويغير على هاجر فوق جدخلت وفوق جدخلت بينما شكل يدخل مع المرحومة لهم شعية نهائية تفرق ديال الكاميرا خاولي سعد الجريمة أنا سيلا إثماني اللي أثار الحافظة واللي بلية أنه أن هذه النية كانت غير فخة هذيك وظفها الفاعل هذه وظفها الفاعل على أساس أنه يقضي بها غارضه وطعه وعود أنه يحميها وغاية من هذا الشيء هو أنه ينتقل من هذك الوليين يعني لدينا المسألة قد تستطيع القضاء الجيني كل ما أقره لأن العمل القضائي يحاول العالم من كاملا اوه وغاية تسيطة القضاء الجيني تسيطة القضاء الجيني لما أقره العمل القضائي سوء العالم من كاملا إذا كانت هذا الدفاع الشرعي عن نفس ستضربوا ماتين بالموس و ستضربوا وتروتوا بالعادة و ستخرجوا الجيرا إلى آخر ستضربوا و ستضربوا واحدا لكن السيد مضربوا في عمق و مضربوا في كرش و مضربوا في علاج الدفاع الشرعي عن نفس و مشدود هو كأنه كان مقيد و أشهد الدرية ديال 17 عام و هذا بعش واحد بعقله يحاولي يفستر درية عنده 17 عام البنية دياله ماشي يريد البنية دياله مرحوم إنسان رياضي الله يرحمه غتجي و غتدر فيها الشيكان أنا غلي نجوبك على السؤال السيد غاي ما أقرره علم النفس ما أقرره علم النفس هو أن الإنسان اللي يكون في حالة دفاع شرعي أنه تكون عنده واحد القوة خارق هذا شيء أثبته دراسات علم النفس كما هو الشأن أن اللي يكون كي سلك شيء مسلك جرمي بالرغم البنية دياله يكون أنه ضعيف بش يقاوم واخ بداليل ولكن واش لي كي دافع النفس احتفى علم الجريمة أنا غندفع على رأسي غنضرب ضربة جوشة لكن باشا نبقى نختار البلايس اللي نضرب فيها وكأنني كننكل وكنشو هدك لجلتها أنا من خلال من خلال طلاء على هادوك على هادوك الصوار كأن الوليد الله يوري برحمة الله كأنه كان كان يتعرر له حتى ديال وبحل أنه لأن كل ضربة وحدة كان كي اختيار الأماكن غير الأماكن هو أماكن حساسة جدا كأنه كانوا كي تذكره ماش دير يعني انتقام هذي عملية انتقامية محضر ماشي غير انتقامية انتقامية وحنا ركنا مثلا عناني كندير ركتش يدرسو لك ماشي يدرسو لك ماشي درسو لك وخصت نقنعك انك رهالي جدرتلك هادي راح نوع دير الخطورة دير المجرين يتلدد بدك شير يتلدد تماما هذه هي لوترغم اكزاك اه انه يتلدد بالفعل الجومي يعجبو الضحية يعاني يعجبو الضحية وتعدب تماما هذا حسا 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 واحد المسألة من خلال الابحات الجنائية ها حسا 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 كيف هي وقال هذه البنية ستضربه ما غديش الملابيز زيالة ما غديش تسلطخ 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 بشي بشي مسأل حسا محجوز محجوز يسلطخ حسا 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 نحن حسا حسا و لكن اللي كنت سأل عليه أنا عدد الجريمة بهاتش شكل هذا و عيخرج حويجك و عد خروج وتاخد انتيال وسائل النقل العمومية و ما غايت ترشيدك تدمها دك انا قمنا بتقليف و يقوم بتعليف الارحة و يقول لي كل ايدا لكتل انا من مفرد خرج كل اقدم يعني اللي تقتل رح بدل الحويج و رح جامس تعد و رح عايكون خرج من وشي العينة ديل هذا الدم هو اللي صابه في الماليبئة زيانا هي كانت في مكان مصرح الجريمة يعني أن الجريمة تمت على مرحلة شاهدة يعني كين وحدة ما اللي كان قوله هي اللي دارت الجريمة مش هي اللي دارت ضربتك الضربات يعني بحكم شاهدة دي الحارس أنها طلع شخص مع المرحوم يعني ما يمكن شين فيه طلع شخص مع المرحوم وكرج عن البنية دياله واخرج فيها حتى حاجة ما فيها شيء عالمة عند السالون ديالحلاقة يعني هذا الحوج هي كانت هي أحد شركاء في الجريمة يمشاركاء في الجريمة ومش يبغوا ينفيوننا هذا يقولوننا الحوار يبقع بينه وبين المرحوم يغثي هلات يدي يجيبوه هي اللي كانت سباقة مش تواصل معه يقولوننا شنو قعبينتهم مش نعرفوش يستدرجاته ولا لا يعني من هاد نقطة وفع من هاد النقطة هاد حوجها مش شي دم يعني نقطة نقطة فيهم إياه الحلقة المفقودة الحلقة المفقودة الشخص اللي يطلع المرحوم وليحطل مقبل من الجريمة بين الجريمة يعني طلع قبل الحلقة المفقودة ماشي في ارتكب التالي الحلقة المفقودة في تسبات الجريمة ترجعه الحاسوب والحاسوب زائد تحليل وليطار من الميلاس واشكنت تحليل أو مخدير أو لا وسائل تقنية وفي متناول المنظومة الكبطية للمغرية الحمد لله دفعة إلواجيسية لأن الحضار العام من الأمن الوطني حاليا أن الألئيس تخدم شرطة القضائية على مساوى ننافس والعظمى وبدليل أن الجرائم الإرهابية أو أنها تتفضل الجريمة السباقية أنها حاليا محرمة الجريمة طريقة السباقية لا تشيء حقيقة بطول ناصر ما حال مرة تسمعون إرهابيات تقبطات وبناء على العلام هذا الشيئ يخفض البلاد وبإمكانهم كانت للمحاولة الأمور التي تقوم بها ـ موجهة وإنهاء الزونتين نتسألهم لماذا لا تتعرض هذه الأمور؟ هذه الأمور التي تقولنا أن البحث سيكون موجه دعي الأمور حتى دعي الأمور بحثت موجه حتى مصور أسميته هذه الوثيقة المراسلة بين حكمة الستينار يمكن العمل لكن إفادة الشرطة المرتين العادت إلى آخره في تاريخ بخصوص أمر بالإحضار في اسم أمين إلى آخره ومنها جاءت بعدها عدم الإنجاز لماذا لا يتنشح هذا الأمر بالإحضار وكيف يعنيوا به عدم الإنجاز لما تنشح إحضار أولا عدم الإنجاز هذا الأمر هذه مراسلة في هذه السيدة بالقرداء سيد الوكيل العام للقرداء أنه لا يوجد سلطة عن النفوذ سيطوان لم يكن يوجد المأمور بإحضاره من طرف الجنار أمم أمم المماثل دياله السيد الوكيل العام سينا في السيطوان سينا في السيطوان والسينا في السيطوان يقول له عدم الإنجاز علما أنه في السيناد أنه يتلقى علىها هي القبض حتى إشراف مصلحة الولايين الشرطة القضاء حسب مجرية ديال المصدارة أنه هي كيتلقى علىها القبض من سيطوان 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 تعليمات من طانجة أعفون سيطوان سيطوان حتى الحراسة القضاءية وليس بالحراسة النظريية لأنها قاصرة فكيف يوقع هذا التكليف لا يكون بالنسيدات الضابطة القضاءية والسعن بمماثلتها سيطوان 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 وهم اللي غادي يشرفوا على هذا العمل هذه سالة كتبقى الخيار تبقى نياب العمل اللي علينا هي ننفذت ذلك أمر بالأحراسة هي أعفات الضابطة القضاءية اللي هي رحل الإشارة ديالها واللي هي صارت وكلفة السيد الوكيل العام المماثل ديالها إنه هو وعدم الإنجاز عدم الإنجاز هذه الخلاصة اللي يخرج لها كيقول لي في انتداب ديالكم اللي تنفذونا به حتى ننفذو الأمر بالإحضار للإحضار للإحضار وعلى الضواب محضر محضر نسيقال ديال الضابطة ديال سيدوان انه هو ولم يهتدى إليه كأن مني كنقولوا عدم الاهتداء هو انه حسيد انه ما كان عارفوش علما رأى من خلال الدائرة مكان سكن دياله ولمن مكان كده انه كنجبتوا الصورة دياله كده وفي هذه الصورة أنا كنا بحثوه لي مني كنقولوا عدم الاهتداء أرى لم يكن نعرفه عدم الاهتداء عدم الاهتداء إليه وهذا السيد إذا ما كندير والله سيختلف هذا سؤال ما دير والله سيقلس 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 من تحفو خطر لما كان من الهتداء المواضيع سنقيت ديالو كيقون بأنه مدخل في 2017 ومرجاش هنا سنقيت هوا العودون كراوة علاقة بالموضوع بلات عب لاتي دقيقة والمرجع المشاركي ما ألا قصد العمل على سنقيت الحركة الحدودية المسمى أمين صاحب الوطنية بأنه مدخل مثلا في 2017 وآخر دخول بتاريخ 2014-2019 عبر باب سميتها يبقى في المغيب حانونية حسب الوزائد كتسعود كترجع كترجع وكتحضر لي القاعدة ونتسميها ركين أسيراث محبوك هذا السيد هذا هذا أمين ولا هذا المطلوب يحضره ولا المأمور بإحضاره هذا ركيب غير خضرة في قطعان لماذا سيد قلت تخير لماذا سيد قلت تخير لماذا سيد دابط القضاعي على أي أساس يأتي إلى المحكمة يأتي إلى المحكمة يقول ما يريد لم يكن شيئا تشير أن تقول أنا بمفردي لم يكن شيئا تشير به هلأ أنهم را عدلوا هالناس خواطرهم محكمة نحن أحضره نحن محكمة نحن نحن انه نحن الإعتراف ولكن العمل للقضاع الجنائي لم يكن شيئا بأنه في جريمة أن تبقى أن تبقى أجل ان تعتقد أننا وقع على الجريمة أحد سؤالي التي لم أردت Artube وها لم أردت أساس لم يكن تبقى غير جريمة لقد انت مكتب كتب لم تنفيق أي شخص جريمة نهائيا وعينة ما نقولها في تصريحة دينا في الخارجة دينا بما أنك عندك تناقض في الأقوى دينا المتلنا جريمة ورينا كيفاش أجي متل الجريمة لا كينا تمتل الجريمة ونزدنا اللي كنتك تقول بأن الاعتراف دينا الاعتراف دينا كان بوحد وخا ولكن رحنا عنا حارس اللي في الباب دل عمارة يقول لك المرحم دخال معاها شخص دخول دخال معاها آخر دخول المرحم ومعيت له أنا في تليفون كان سوى لأنه من التقطع التواصل مع ولدي عيت له أنا قلت له أنورة ما مكيناشي قال لي راح دخال البارح مع العصر وصلنا إلى وياه الظهور وجاء ورجاء كما أصدقات الكاميرا شي اللي قالوا الحارس يتطبق 100% مع الكاميرا يعني كاميرا بشرية يقول لك دخل آخر الدخول المرحم دخال معاها شب هذا الشب ولا خرج من بعد جوز ساعات ولا أكتر يعني محددة واحدة الساعة الدخول والساعة الخروج المرحمة ما خرج شي هذي اللي قالت نحنا طلعناك نجري وهذا الحارس الحارس شاف المرحم أنه دخل هو برافق دياله برافق دياله وما لم يرى دريا من دخل ما شاف الساعة اللي دخل المرحم مع هذا الشخص كان في دخلات بمعنى أنه كانت معاهم في الضرع كانت معاهم في الضرع يتقدروا شي حاجة ورجعوا هي ما دخلتش معاهم هي عندك اشتراقهم آه عندك ما تسوزوا كور ما أدرانا أنه هذا أنه لها خرجوا وأنك إن مفتاح خور ودخلت هي ودخلت هي الغيب دياله لا هي هي الكاميرا رضاها جاءت معا المرحم تلاقاها على برن وجاءت دخلت بإذن للمرحم نعم هي يعني طلعا هي معافض في السكنة وخرج المرحم بش مشي اللحانت بالمفروض أن هي في السكنة بوحدة تفتسعين قد تصرف فيها كما بغت دخل للمرحم المرحم تواصل مع المرحم ما بغت لأن حتى التليفون دياله مدلوش تفريغ آه حاجة أخرى ما مدكرنا أثناء الجريمة هي تواصلت مع جوش الأرقام واحد خمسة عشر مرة واحد واحد عشر مرات اثناء الجريمة هاللي من فادر عمر عبد الحشود إذا مشيت فلتره كامل عدل قاعي في المرحم وفي أصدقاء المرحم بس أخوها اللي وصلوا بها باش وصلوا لها هي هو كن كي وقع بلاستها لأنها هي قاصر من بعد غني جيو في أحد المحضر ويقول لك يتعذروا لإستماعليه ماشي تدخلك في عقلك شخص معاك كي وقع معاك أنت أضبط القضائيا إذا ما بجت تسمع له هو يقصي في إيدك هاتشي كي عنده لوجهها لا نسمع لها شي من الأسرة ديالا لا نسمع لها حتى شي حد من الأسرة ديالا أخوها كي وقع لا نسمعه لوش التلفونات التي كنت تواصل معها أثناء الجريمة ما بحثوا شي فيهم ما دلونه ما تفرغ تفرغ التلفونات ديال الأصدقاء المرحوم لماذا لا يدرش التفرغ حتى لدي لماذا لا يدرش الخبرة عنها مثل التلفونات هاتش كنوك يقولون 25 مرة أثناء الجريمة شنوك يقولون هاتش يجيبها فرغنا ضمن الخبرة على هاتش تلفونات أش كنوك يقولون مع هذه المجريمة لا اعتبرناها هي لدارة الجريمة وغطيت لبنى الحقيقة أحد تلفونات ديال من لأننا مسجلتك اسم ذو مرة واحدة أخرى ونتا واحدة أخرى نسؤولها قال لك لا يعدو أن يكون لأحادي أفراد العائلة واشا نقدر ما تقدرش تخرج منها هاتش تلفون شكون واحد من العائلة ديالك ونسمعونه سهل سهل نسمعوا حتى شي حد من من جهة ديالك يعني أنهم عارفوا أن هذا ما تقول هي حقيقة ونسمع لها حتى شي واحد أخر باش نقرنو باش نوجهوها باش ن شا اللي قالت إيايا قرآن منزل ونصف كما قلنا من الأول أن يعني أن البحث فقد حجية فقد حجية بالنسبة لي فقد حجية فقد يموجه في واحد المصار ونقول أن هذا صافي موزيج تتضار معي هذا ما يقول بنا ونحن لا نسخ نحن لا نسخ نحن 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 كخابير عنه الجنائي ونحن نحن 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 باقي فيما يتقل ما هي الإجراءات التي يقدر يعملها والد وأم الضحية مصطرية مصطرية هذا والمهم عندنا بطبيعة عندهم محامين ديالهم أنا نحاول نوصل رأي ديال ودياله بضحية للجمهور ما نوخص ديال هذا القضية حقيقة حسن يخبر حقوق هذا ما نحن مصطرية أو مصطرية أو أنها حتمية ما هي هو أنه صدر بحث كميلي من طرف الهيئة أنها تكلف أحد المستشارين في وصل الهيئة من نسبة الطعن في المحاضر الطعن في المحاضر لا يوجد وسائل كافية محالفة مهنية ولكن لا يوجد الزهورية لأن إنت سوف تكون بيع الجرمي ولكن هذا كالدابط وما سوف نحن سوف نقول لا رأي أنا عليك تخدم هذا لأخباء يمكن إذا تحسب أخباء مهنية وهو يبقى تحلال مهاني يبقى تقصير نوع من تقصير لسبب ما ربما تتركوا ربما أنه تأثر من هذه الأصدقاء ربما لم يكن أعجبوا غير في الهند لهم أو في الطريقة وأنه اهتم بهم وخل وسائل التي كان يمشي لها ربما 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 هذه الأصدقاء لا نستطيع إجراء الهيئة على أساس أن الذي يخص هذا حاليا ويصبح بحثم إجراء بحث كميلي هو إجراء بحث كميلي بأمر من أن السيد رئيس الهيئة الحكم المهروض على القضية حاليا لأن جميع المستشارين لدى محاكم السناف هم بمثابة قضاء تحقق وفي حالة هذا لم يتعطي المحكام معهد نطلب هذا كيبقى من قدرون نصبق المراحل ونحنا كنقولوا في حالة هذا كيبقى كيبقى الوسائل والدفوع اللي غادي يدفع بها الدفاع أمام المرافع وكيبقى القناة والعسيقات الساميم دي الهيئة بأجمع بأجمع لأن هاد الميل في حلقات مفقودة في حلق السيد قد يتحقق طلع طلع على مسيف وكيبقى تجاوب من طرف نياب العام على سبار النائل المسرف على حضار العباحات في هاد الحالات جميع هو الوصول الحقيقة وهذا هو المبتاقة هاد الميلف والمبتاقة والرسالة التي يؤدي القراء هو الوصول إلى حقائق الأمور يعني إلى هاد الميلف سيتخدم وغدا تكشف الحقيقة تكشف الحقيقة هي مشكل حقيقة حقائق عندهم وسائل لغادي يمكنهم الوصول إلى هذا حق وبذليل أن الجريمة الإلكترونية أن لست تغيب لها المطالبة بإجراتها نعم دعنا سيل عثماني كلمة آخيرة قبل موعد الحلقة الكلمة الأخيرة نعم نعم ضم صوت اللي نحن نعرف الحقيقة كاملة واضحة بينهم لا يريد أن تظلم حتى شي واحد وليفلس حتى شي واحد من العقاب وهذا لأن لنبقى واحد مجريم يدور برا سيقترب جريمة واحد أكثر من هذه ما غيرتحقق العديلة كنشوف كنا نقط ما تجول شعليها كنا حلقة مفقودة وباش نعرف الحقيقة لا بد من توسيع البحث مزيان وإجابة على هذة النقطة التي ترحنها كاملة وأنا نستعد دستي العثماني حتى هيدفع للكم نستعد أن نستضفى هنا ونهضر على هذا الموضوع مرة أخرى إذن شكرا الدكتور حسن خاليلي شكرا ونصول كذلك شكرا أستاذ محمد العثماني أبضحية مرة أخرى عزاؤنا واحد ذلك الوليد الله يصبركم والله يجعل الحقيقة تبان تحياتي لكم إخواني أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته